اختصار OOP او مصطلح OOP اختصار برمجة كائنية التوجهة ونقدر نسميها بصورة مباشرة عن البرمجة الشائية او الكائنية واللي تعتمد بشكل مباشر على تقسيم الكود الخاص فيك على مجموعة من الكلاسات فمبدأ كتابة الكود في كلاس واحد ومبدأ خاطئ نظرية خاطئة وبالتالي فاحنا نحتاج انه نقوم بترتيب الكود وتنظيمه على مجموعة من الكلاسات الان عندنا مجموعة من المصطلحات المهمة في البرمجة كائنية التوجهة وهذا يشي ينطبق على جميع لغات البرمجة class object attributes method class صنف object كائن attributes or properties خصائص method or function اللي هي الوظائف فكل class سيحتوي لك على مجموعة من الخصائص attributes ومجموعة من الوظائف method وبالتالي يمكن انه نقرر بالفكرة عن طريق اخذ مثال كسيارة سيارة يمكن انه نحتبرها عبارة عن class car class هذه الكلات او هذه السيارة تحتوي لك مجموعة من الخصائص كلون السيارة الموديل الخاص فيها سعر السيارة وزن هذه السيارة وجميع الخصاص الخاصة في السيارة ثم وذلك يمكن انه هذه السيارة تقوم بمجموعة من الوظائف منها مثلا drive break اه مثلا يمكن نعمل مثل تجلبنا السرعة الخاصة في السيارة يمكن نعمل set speed for car يعني set speed بنسبة الى الكار وهكذا طيب تابعا ل properties و المثود يعني تابعا الخصائص السيارة والمثود اللي موجودة اذا راح ينبثق لك object راح ينبثق لك كائن من الصنف يعني عدنا صنف عام في السيارة وصنف عام عدنا احنا مجموعة اصناف او مجموعة كائنات يمكن انه نطلق عليه هذه التسليمية objects طيب وبالتالي فاصبع عندك class تحتوي لك مجموعة الخصاص ومجموعة المثود فراح ينبثق لك ايش ينبثق لك object بناء على الخصاص المهنية كنا اخذها بهذه الشكل بشكل اوضع عدنا properties بالنسبة للسيارة يمكن تعمل عليها مثل ستارترايف بارك يمكن ناخذ مثال اقرب كclass human انسان يحتبر class صنف عام الوجيكت يحتبر الشخص الى اسمه البروبرتيز الخاصة في email address يمكن نعمل مثل مختلفة على سبيل مثال تبعا لهذه البروبرتيز يمكن نعمل variety بالنسبة الى مثلا الادرس مالتا اور سنت مان